صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين صباح الخير والنور والإشراق صباح الإزدهار والإنجاز والتفاؤل والصحة دائما أسعد الله وأوقاتكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم الهيئة ليكون بوابة مفتوحة ونافذة على مقترحاتكم وملاحظاتكم وآرائكم التي نستقبلها بصدر رحب ونوصلها للمسؤولين على القطاع الصحي في إمارة دبي وأيضا نطرح في هذا البرنامج العديد من المواضيع الصحية والطبية والتي تهم وتشغل بال الجميع أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي ومن الإخراج محمد الصفار ومن فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والإتصال المؤسسي فأهلا وسهلا بكم في هذا الصباح تطالعنا الصحف المحلية بأخبار كثيرة نستهلها بهذا الخبر صحة دبي تتجه لتطوير المسار الوظيفي لكوادرها الطبية حيث تتجه هيئة الصحة بدبي إلى تنفيذ تحولات نوعية على صعيد المسار الوظيفي لكوادرها الطبية بما يمكن من خلق بيئة بيتعمل حاضنة للإبداع والابتكار ويدعم جهود الشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والخاص فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتنقلات الكفاءات الطبية بين المؤسسات الصحية العامة والخاصة إلى جانب تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي الأفضل للطواقم الطبية ورفع مستوى الأداء وتحقيق أعلى درجات الرضا الوظيفي وبث السعادة في نفوسي وأوساطي جميع الموظفين بدأت الهيئة في خطوتها الأولى نحو هذا الاتجاه بتنظيم ورشة عصف ذهني موسعة وذلك بحضور ومشاركة معالي أحميد محمد القطامي رئيس مجلس الردارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي ومشاركة مسؤولي الهيئة ومجموعات من النخب الطبية التي اجتمعت أمس لبحث سبول تنفيذ هذه المبادرة الستثنائية التي أعلنت الهيئة أنها الأولى من نوعها وأنها أيضا إحدى الخطوات بالغة الأهمية لإعادة هندسة القطاع الصحي في دبي وتطويره بشكل شامل ومتكامل من منظور أن القطاع الحكومي والخاص جزء واحد لا يتجزى وهو المسؤول عن تحقيق رؤية إمارة دبي وتطلعاتها في الوصول إلى نموذج صحي عالمي من الطراز الأول وأكد معالي القطامي عزم الهيئة على تطوير منظومة الكادر البشري وبالتحديد الطواقم الطبية التي قال إن القطاعين الحكومي والخاص يسخران بها وبالكفاءات النادرة والمتخصصة المنتسبة لهذا القطاع الحيوي وذكر معالي أن الهيئة تقدر الخبرات العاملة في القطاع الصحي وأن النظم العالمي المتطور لم تعد بهذه الصورة النمطية التي تجزئ هذا القطاع إلى حكومي وخاص وأن دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي ومكانتها العالمية المتقدمة هي التي تبنت عمليات التطوير في الفكر المؤسسي وعلوم الإدارة وأن هيئة الصحة بدبي تؤسس على هذا النجاح نموذجا حديثا لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي يتوافق وطبيعة العمل في هذا المجال ويسمح بتنقلات الخبرات والكفاءات الطبية بين مؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في دبي وصولا إلى توفير تجربة استشفاء مميزة في جميع المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية بجانب الخدمات خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية التي تتناسب في مستواها مع ريادة دبي وما حققته من رقيين في مختلف المجالات وحيا مع عليه المشاركين في ورشة العصف الدهني وشاد بمجمل الأفكار المبتكرة والآراء الموضوعية التي تم طرحها في سبيل تطوير مسارات الوظيفية للكادر الطبي إذن نحييكم مرة أخرى مستمعين في برنامجكم صحة وسعادة بالاشتراك مع مستشفى الزهرة اليوم مثل ما أنتم تعرفون يوم الثلاثاء دائما عندنا ملف طبي نطرحه في هذا اليوم ما نتكلم عن ملفنا الطبي لكن قبل ذلك خلونا نخبركم عن سباق بنات المدينة هذا السباق الذي جاء جاء اطلاقه من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في 9 ديسمبر 2014 بهدف إيجاد طريقة عمل ومبادرات للجهات الحكومية وحلول مبتكرة للخدمات المشتركة بين أكثر من جهة حكومية وكذلك توفير خدمات حكومية جديدة ومبتكرة لجميع شرائح المجتمع كما يتيح السباق الذي ينظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي الفرصة للجهات الحكومية للتنافس كفرق عمل وليس كجهات فردية تعبيرا عن أهمية تكامل الجهات الحكومية في تحقيق أفضل النتائج تم اختيار أربعة فرق لأربعة خدمات مشتركة لعام 2016 هي الفريق الرمادي الفريق البنفسجي الفريق البرتقالي والفريق السماوي اليوم نحن نتوقف في هذا الملف مع الفريق السماوي ما نتعرف على مبادرات هذا الفريق المهام والمسؤوليات وخطط وبرامج التنفيذ وأيضا الفئات المستهدفة ويسرنا أن يكون معنا في السوديو كل من دكتور وفا عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي الدكتور حامد يحيى أخصائي أول طب مجتمع بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي والأستاذة نورة عبدالله الشامسي رئيس قسم التصاريح والتغذية التطبيقية بالإنابة بإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي حياكم الله معانا حياكم سلامة طيب الآن أنا أريد أن أتكلم في البداية عن الجهات التي ضمها الفريق السماوي ضمن سباق بنات المدينة دكتورة في عنا أربع جهات أساسية هيئة صحة دبي بلدية دبي هيئة المعرفة والتنمية البشرية ووزارة التربية والتعليم هاي الأربع جهات اللي ستقوم أساسها فقيرة وزارة التربية والتعليم ولا منطقة دبي لا وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم ممتاز طيب الآن على شو قائمة هذه المبادرات أو كم مبادرة طرحتوها ضمن الفريق وأيضا شو الأشياء اللي هي بتكون موجودة ضمن هذا السباق طبعا الفريق يركز على صحة الطفل وبالأخص موضوع البدانة أثناء تجمع سباق بنات المدينة طلعنا بثلاث مبادرات وهي مبادرة المدارس السعيدة مبادرة الملف الصحي للطلاب ومبادرة أعرف غذائك طبعا جميع المبادرات هاي تشاركية بين الجهات الأربعة جميل دكتور يعني أنتو ركزتوا على موضوع البدانة عند الطفل يعني ليش نحن خذنا هذا الموضوع وقلنا نحن منطبقة وما نجمع هذه الجهات كلها مع بعض على أساس يدخلون هذه المسابقة شكرا جزيلا البدانة موضوع يعني شكل تحدي كبير الآن يعتبر تحدي عالمي وهو تحدي أيضا في الدولة فالأرقام المتوفرة في خصوص موضوع البدانة هي أرقام الحقيقة لا تسرنا يعني لا ولا تسعدنا احنا بصدد نزل من هذه الأرقام لأنها لها تأثيرات كبيرة جدا على ثلاث مستويات المستوى الصحي والمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي فإحنا الآن نتحدث عن أرقام في خصوص موضوع بدانة الأطفال تصل إلى زيادة الوزن والبدانة تصل إلى ثلث حدد الأطفال الموجودين في المدارس أو موجودين في أي مكان في الدولة هما يعانون من موضوع زيادة الوزن والبدانة وهذا رقم كبير جدا الحقيقة والرقم هذا أكبر عند البالغين بعد فهذا يشكل هاجس وهم كبير بالنسبة أنه لمحاولة السيطرة عليها والحد منه ثم محاولة التقليل من هذه النسب والحقيقة له تأثيرات صحية كثيرة جدا على مستوى أداء الأشخاص على مستوى نشاطهم بالحياة على مستوى إصابتهم بالأمراض المستقبل وخاصة أمراض المزمنة المتعلقة بأمراض السكري وامراض القلب والشرائين وغيرها من الأمراض وكذلك على المستوى الاقتصادي حيث أبرزت التقديرات الأولية أنه من الآن إلى الفين وعشرين البدانة هذا تكلف الدولة بحدود من عشرين إلى ثلاثين مليار درهم وهو رقم كبير جدا إذا ما استطعنا أن نتحرك على هذا الموضوع فأنه ذلك يعني أنه هناك هدر كبير جدا في موضوع الاقتصادي وفي الموضوع الاجتماعي أيضا هو موضوع مهم لأن البدانة تعمل على أنه تعزل يعني الطالب اللي يعاني من البدانة وزيادة في الوزن سوف ينتهي بطريقة أنه سيكون معزول اجتماعيا يحس أنه هو نظرة الآخرين إلى نظرة دونية يعني وهكذا إذن فيه تبعات اجتماعية وتبعات اقتصادية وتبعات صحية كثيرة خطيرة يجب أن نتوقف عندها ويجب أن نعالجها لأنه من موضوعات الموضوعات الساخنة جدا جميل دكتور أنا بتناول المبادرات اللي أنتو طرحتوها ضمن هذا الفريق بالتفصيل لكن خلوني أطلع فاصل وبعد الفاصل لما نرجع نعرف الجمهور أكثر على تفاصيل هذه المبادرات أيضا المجال مفتوح لكم مستمعين اللي حاب يشاركنا في هذه الحلقة من خلال التواصل معنا على الرسائل النصية على الرقم 4006 أو عن طريق الاتصال على الرقم 600551414 فاصل قصير وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند الفريق السماوي الذي يشارك ضمن سباق بنات المدينة هذا الفريق هناك في العديد من الشركاء والعديد من المبادرات التي تحوي عمل هذا الفريق الفكرة الأساسية من بناء هذه الفرق هي إيجاد مبادرات تسعى إلى تطوير مدينة دبي من خلال تفعيل الشراكات ما بين الدوائر والمؤسسات الحكومية عموما اليوم نحن ما نتعرف على طبيعة هذه المبادرات وكيف تم تقسيمها على الجهادات العلاقة في الفريق السماوي قبل أن ندخل ضيوف الكرام يعني أنا نسيت أذكركم بضيوفي استاذة وفا عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهاية الصحة بدبي الدكتور حامد يحيى أخصائي أول طب مجتمع بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية وأيضا الأستاذة نورة عبدالله الشامسي رئيس قسم التصاريح والتغذية التطبيقية بالإنابة بإدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي الآن خلونا نتعرف على طبيعة العمل في هذه المبادرات وهل ستكون هذه المبادرات تشاركية أم تم تقسيم هذه المبادرات على الجهاد ذات العلاقة أبغي أعرف كيف قسمت العمل عندكم في هذا الفريق تسمحوا لي أن أتكلم أخ محمود إحنا أول شيء هي فريق عمل يعني هي التقسيم تم بقياس المؤشرات أكتر لكن العمل هو عمل فريق يعني كلنا مع بعض خلينا نقول المبادرات مثلا ثلاث مبادرات سواء المدارس السعيدة الملف الصحي أو أعرف غذائك المبادرات في مؤشرات سيتم قياسها من الجهة اللي بتنفذ لكن الفريق العمل كله يعمل مع بعض يعني الأربع هيئات بتشتغل مع بعض كفريق طيب المبادرات الموجودة المدارس السعيدة الملف الصحي وأعرف غذائك نحن خلونا نبلش مع المبادرة الأولى المدارس السعيدة يا ترام ما هي هذه المبادرة وعطينا دكتورة وفا يعني الهدف من هذه المبادرة وشو اللي بتسويونا بالضبط أساس سباق بنات المدينة الفريق السماوي هو محاربة سمنة الأطفال فطلعنا عملنا عصف دهني أكتر من مرة كفريق سماوي وطلعنا في مبادرات المبادر الأولى قيادة المبادرة ستكون لهيئة المعرفة والتنمية البشرية الدعم حيكون من عندنا من هيئة صحة دبي بلدية دبي وزارة التربية والتعليم تم مناقشة في مبادرة المدارس السعيدة الأنشطة المقترحة لتنفيذ المدارس السعيدة واللي بتكون مشاركة ما بين جميع الدوائر في الفريق حيتم توزيع استبيان من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية للمدارس بناء على النتائج الاستبيان واللي هتطلع هلأ خلاص هم توزعوا الاستبيان خلاص والآن هتطلع النتائج سيتم تحديد بعض المدارس المستهدفة المدارس هاي اللي بيكون فيها نسبة السمنة أعلى حتى نحطها تارجت أو هدف لنا نشتغل عليه خلال الفترة المتبقية ما قبل إعلان النتائج وطبعا نهاية المعرفة وضعت مؤشرات أداء مؤشرات الأداء كانت معدل النشاط البدني لدى الأطفال في المدارس المختارة رفع نسبة الوعي لديهم على أن تكون هاي البيانات اللي هتطلع من الاستبيان هي خط الأساس لبناء الاستبيان واللي هيتم إرساله المدارس طيب المبادرة الثانية اللي هي بتكون الملف الصحي للطلبة دكتور يعني شو فكرة المبادرة هذه وأهدافها وآلية تطبيقها والجهة المسؤولة عنها تمام شكرا جزيلا الملف الصحي الفكرة الأساسية أن كل الطالب في ملف يسمى بالملف الصحي شبيه بالملف الأكاديمي يعني الطلبة عندهم عادة ملف أكاديمي يعني موضوع الأداء الأكاديمي لهم يبلغونهم وعوائلهم وآباءهم وأمهاتهم به شهريا أو فصليا كل فصل أو سنويا أو إلى آخر فعلى هذا الغرار احنا اقترحنا أن يكون هناك ملف صحي بعد للطالب ويا وين للطالب إذا يبدو ويا ربا أحينا ما أدري ملف الصحي يكون فيه دواوير بعد الملف الصحي إحنا نؤمن أن الصحة هي توازي التربية يعني التربية والصحة مكونين مهمين جدا في موضوع التنمية لكل بلد بالعالم التنمية تستند على موضوع التنمية في الإدوكيشن والتنمية في الهيلث يعني فالصحة مهمة جدا ولذلك نعتقد أنه يجب أن يكون للطالب ملف صحي يعكس الوضع الصحي للطالب خلال وجوده بالمدرسة أو خلال السنة الدراسية وهذا الملف الصحي يبلغ إلى العائلة من خلال عملية تواصل مع مع العائلة وبالتالي يكون إذا كان فيما إذا كان هناك حاجة للعمل على تصحيح بعض الانحرافات الصحية أو بعض المشاكل الصحية عن طالبة فنقيم شراكة مع العائلة ومع مع الآباء والأمهات لكي نعمل سوية على تحجيم الظاهرة الصحية الموجودة عند الطالب وهنا نركز بالشكل الأساسي على موضوع الوزن والبدانة إحنا في هذا الملف كبداية ممكن هذا يتوسع إلى أفكار أخرى مستقبلا لكن راح نبدي إحنا بالملف الصحي في موضوع أوزان الطلبة على أساس أن هذا الموضوع يشكل هم أولي بالنسبة لأن هناك عدد كبير جدا من الطلبة يعانون من زيادة الوزن ومن السمنة التي ستكون لها فيما إذا تمت بدون علاج ستكون لها أثار صحية بعيدة المدى كبيرة على مستوى الأمراض المزمعة فاقترحنا موضوع الملف الصحي يعني إذا تريد أحكي لك التفاصيل ما نأخذ التفاصيل دكتور بعد عنا وقت لك خلنا ننتقل إلى مبادرة أعرف غذائك أستاذ يعني الفكرة عن هذه المبادرة أهدافها آلية تطبيق المبادرة وشو اللي راح تطلعون من خلال يعني مبادرة أعرف غذائك طبعا في المرحلة الأولى من المبادرة وهو الهدف الأساسي نعد دليل الدليل هذا يمكن المستهلك من معرفة قراءة البطاقة الغذائية والقيمة الغذائية للمنتجات الغذائية سابقا كنا نركز على معايير السيفتي أو السلامة حين نبعد جودة الغذاء بحيث أن المستهلك ممكن يقرأ في البطاقة الغذائية أو في المنتج الغذائي قيمة نسبة السكريات موجودة في المنتج الدهون الكربوهيدرات وممكن أن النسب أو كم يقدر يستهلك من هذا المنتج في اليوم هل أو ممكن أن صنفه هاي وميديم ولو بحيث أنه ممكن يستهلك بكثرة أو يعتدل في الاستهلاك أو أنه ما يقدر يستهلك بكميات قليلة هذا بيزد يعتمد على السعرات الحرارية يعتمد على شو بالضبط؟ طبعا على السعرات الحرارية بالإضافة إلى قانون البطاقة التغذوية المعتمد شو هو القانون هذا البطاقة؟ هو في مواصفة البطاقة التغذوية وهي مرجعيتنا في الأساس بالإضافة إلى نحن طبعا بنركز على البروست فود وبعد بنوصل مرحلة الكيترينغ أو الأغذية التي تقدم في المدارس للأطفال في المقصف المدرسي أو في كانتينو المدرسي متمنعون الفلافل؟ ممكن بس عادة السعرات الحرارية اللي بتكون على البطاق بيعتمدوا اللي هو المعدل الطبيعي اللي هو الألفين كالوري من الألفين كالساندرد عالمي وانت بتقيس على حسب كل شخص كم ياخذ والله أنا ذكر أيام المدرسة كانوا يعني يخشون في فلافل يسمونه فلافل مندرسين تذكرونه؟ هذا الفلافل من المدرسين هي كثير متروس وحاطين فيه صلطة ومخلل وما أدري كذا يعني شي غير عن مال الطلب ومال الطلبة صغير كذا بحجم الصبع بعديه عشان خايفين عن صحتهم لا؟ إذا تسمح لي بس أهي تفضل لك في موضوع الغذاء احنا عدنا قضيتين يعني موضوع السعرات وموضوع نوعية الغذاء يعني يعني الكمية والنوعية الكمية هي اللي تعطينا للسعرات والنوعية يعني أي نوع من الغذاء هو الغذاء الصحي يعني أي نوع يجب أن نشجع الطلب على أن يتناولوه أي نوع يجب أن نشجع الطلب على أن يبتعدون عنه فإحنا يهمنا موضوع الكواليتي والكوانتيتي يعني عدنا قضيتين موضوع الكمية وموضوع النوعية للغذاء ولذلك احنا في النية تثقيف الطلب على قضيتين نوعية الغذاء وكمية الغذاء من حيث الكمية كم هي الكمية المناسبة إليه وكم توفر لمنسعرات حرارية ومن حيث النوعية ما هي الأنواع التي يجب أن يأخذها الطالب وما هي النواع التي يجب أن يمتنع عنها هذا بالدليل لكن في شغلة واحدة لازم نذكرها أنه شايف المبادرات الثلاثة مرتبطة بمعنى أن المدارس السعيدة رح تأخذ الملف الصحي ورح تأخذ الدليل فالطالب اللي عندهم اللي حيتم عليهم الاختيار بناء على الاستبيان اللي عملته هيئة التنمية هيكون ماشي على الملف الصحي اللي حتعمله هيئة صحة دبي هيطبق الدليل اللي حتعمله بلدية دبي هيك حتكون العلاقة ما بين الثلاث مبادرات أنا بتكلم عن العلاقة ما بين الثلاث مبادرات وبتكلم أكثر على بعض التفاصيل الخاصة بكل مبادرة إن شاء الله لكن من بعد ما أوقف مع فاصل قصير مستمعين فاصل قصير ومن نرجع لكم وأيضا نذكركم بأرقام الهواتف ممكن الاتصال على 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006 اللي عنده أي استفسار أو أي سؤال أو حتى أي مداخلة خاصة بموضوع الملف الطبي اليوم حياها الله فاصلوا ما رجع لكم صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي نتناول فيه ضمن الملف الطبي مبادرات الفريق السماوي في بنات المدينة إذن نحييكم مرة أخرى وحقيقة أرحب كذلك بضيوفي مرة أخرى المتواجدين معي في الاستوديو الأستاذة وفا عايش مدير إدارة التغذية العلاجية والدكتور حامد يحياء خصائي أول طب مجتمع بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية والأستاذة نورة عبدالله الشامسي رئيس قسم التصريح والتغذية التطبيقية بالإنابة بإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي ما شاء الله المسمى مالك طويل نورة عموما الفريق السماوي ناقش خدمات صحة الأطفال لتقليل نسبة السمنة ضمن سباق بنات المدينة اللي أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في اجتماع الأخير أعتقد كان الأخير في حديقة الخور ولا كان فيه شيء ثاني لا الاجتماع معنا إحنا اجتماع الفريق كان في حديقة الزعبيل آخر اجتماع حديقة الزعبيل عموما أنتم تكلمت عن مراحل تطبيق المبادرات اللي تم اختيارها في تجمع السباق المدارس السعيدة والملف الصحي للطلاب وأعرف غذائك خلينا اسمحولي بس أذكر بأعضاء الفريق الفريق يضم كل من هيئة صحب دبي بلدية دبي هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومنطقة دبي التعليمية يشارك في منطقة دبي اللي هي تابعة لوزارة التربية والتعليم عموما تم الخروج بعدد من التوصيات في هذا المجال أنا بغي أتكلم الآن عن التوصيات اللي تم اعتمادها كمؤشرات لقياس كل مبادرة في البداية المدارس السعيدة يعني شو هي المؤشرات اللي اعتمدتوها لقياس هذه المدارس هل هي سعيدة أم لا وعلى أي أساس دكتورة أنتو اخترتم المدارس هل هناك مراحل معينة سيتم تطبيقها أو فيتم التعميم تماما على جميع المدارس له الاستبيان أعدته هيئة المعرفة والتنمية البشرية ووزعته على كل المدارس كل المدارس هتطلع نتائجه هاليومين بتطلع النتائج خلاص توزع من الاستبيان رح يتم بتختارون هنختار مين اللي فيهم أكتر نسبة سمنة وهم اللي حيشتغلوا عليهم هيئة صحة دبي بالملف الصحي وبلدية دبي بيعرف غدائك هنتفق مع بعض بعد ما تطلع النتائج النعم هاي المدارس اللي تم اختيارها وحطينا مؤشرات أداء المؤشرات أداء اللي حتتم قياسها في المدارس هي معدل النشاط البدني وحنرفع نسبة الوعي كم كان عنده وعي لما بلش ببرنامج الحمية الغذائية والملف الصحي مع الهيئة يعني احنا هنعمل له التغذية اللازمة والأطباء الأطفال وصحة المدارسية حيتابعوا الملف الصحي تبعهم وبلدية دبي حيتكلموا عن مؤشرات الأداء كل واحد منهم شو اللي لازم ينعمل الآن بعد ما هيك حيتم قياس مرة ثانية في نهاية الفترة الزمنية اللي حطناها لعلاج السمنة لدى الأطفال في المدارس المختارة حيتم قياس نسبة الوعي على البيانات وحطوها هيك خط أساس لبناء الاستبيان اللي سيتم إرساله المدارس نعم دكتور أنت ذكرت أن ثلاث مبادرات هذه كلها مرتبطة ببعض أنا بنتقل الآن لمبادرة الملف الصحي للطالبة دكتور هني يعني من كلام دكتورة وفاة أنا أقدر أقول أن هناك حتى نسبة الوعي يجب أن تزيد عند أولياء الأمور أبغي أسأل شو دور أولياء الأمور في هذه المبادرات بشكل عام وأيضا في مبادرة الملف الصحي كيف راح يكون هناك دور لأولياء الأمور في علاج هذه المشكلة سواء جميل هذا خليني بشوي أوجزك عن عملية الملف الصحي إذا إذا تسمح لي إحنا الآن انتهنا من بناء التقرير الصحي اللي راح يرسل إلى العوائل إلى الطالبة وهذا التقرير الصحي يتكون من نص ختين واحد عربي واحد إنجليزي خلنا نراويهم على البرينسكوب دكتور لأنه على الإذاعة ما يشوفونه ايه اتفضل بتكون نسخ عربي ونسخ إنجليزي حسب يعني حسب أنه طالب يتحدث اللغة العربية أو الإنجليزية وهذه النسخ واحدة خاصة بالميلز واحدة خاصة بالفيميلز يعني وحدة للبنات وحدة للذكور وهذه راح تكون على الشكل رسالة تبعث إلى الولي الأمر والرسالة تضمن فقرة هنا ترحيبية وتأكيد على موضوع التعاون بين هيئة الصحة وبين المدرسة وبين العائلة لأن العائلة شريك أساسي بالعملية يعني بدون العائلة بدون الآباء ما ممكن أن نصل إلى النتائج لأن الطالب يقضي قسم من وقته داخل المدرسة ويقضي القسم الأكبر داخل البيت فإذن إحنا نريد العملية تمتد من المدرسة إلى البيت فعملية التأثير يجب أن تستمر بين مؤسسة المدرسة وبين مؤسسة البيت ولذلك يكونون العوائل والآباء هم شريك أساسي جدا سنعمل على أن يكونون جزء من عملية تنفيذ البرنامج فبالنتيجة إحنا راح نقيس وزن الطالب على أساس هذا الشارت اللي هو مال منظمة الصحة العالمية يسمى growth chart اللي هو مؤشر النمو ورح الممرضة أو الطبيب راح يأشر وين يكون وزن الطالب هل هو في الحدود المعقولة هل هو في حدود زيادة الوزن هل هو في حدود السمنة على هذا الشارت نأشر وبالتالي نكتب عملية التصنيف هل هذا الطالب يقع في ضمن الوزن الطبيعي يقع في نقصان الوزن يقع في خانة زيادة الوزن يقع في خانة السمنة فنأشر لولي الأمر وبالتالي نعلمه أنه ابنك تم عملية assessment للوزن مالته وهذه هي النتائج المتعلقة بوزنه وبالتالي ورها نقترح عليه بناء على هذا نوصي عندنا مجموعا التوصيات بناء على النتائج اللي طلع بها وزن الطالب فهذه التوصيات راح تكون أما إذا كان وزن طبيعي عملية التشجيع والمحافظة على الوزن كما هو إذا كان الوزن زيادة في الوزن أو سمنة راح نقول له يتابع ثلاث آليات أما مع طبيب المدرسة وممرضة المدرسة أو مع أقرب مركز صحي تابع لهيئة الصحة في قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي أو مع طبيب العائلة في القطاع الخاص فعدنا ثلاث اتجاهات من حق الأب أن يختار أي من هذه الاتجاهات وبالتالي إحنا وفرنا لكل من هذه الاتجاهات دليل عمل إرشادي سريري ووفرنا للآباء دليل عمل تثخيفي فعدنا دليلي عمل واحد للأطباء والممرضات الذين سيعملون على عملية إنقاص الوزن بالنسبة للطلبة والآخر للآباء حتى يحافظون على إدامة هذه الآثار على طار الدليل دكتور أنا بتوجه إلى المبادرة الثالثة اللي هي أعرف غذائك هذا نور خلال الحوار ذكرت إنه سوف يتم إصدار دليل معين هذا الدليل خاص بالمبادرة الآن أبغي أعرف شو أبرز النقاط اللي بيتضمنها هذا الدليل ومتى بيصدر طبعا هو الهدف إنه مع انتهاء فترة المبادرة هذه إنه ينتهي الدليل بنسبة أمية بالأمية إنه يكون الدليل جاهز قبل التطبيق طبعا إحنا في نفس الوقت في دليل عدنا قائم اللي هو دليل التفتيش على المقاصة في المدرسية فبيتم تحديث الدليل وبيكون هذا يعني متزامن مع الدليل أعرف غذائك بحيث أن يكملون بعض يعني الدليل أعرف غذاء مكمل للمقاصة في المدرسية جميل شو النقاط اللي بيرتكز عليه هذا الدليل يعني أنا كمستمع عادي أو كولي أمر أو حتى شخص متابع لبعض المؤشرات اللي موجودة في يعني المؤشرات الموجودة في القطاع الصحي سواء أبغي سوي بحث عن السمنة ولا عن موضوع معين أبغي عرف الدليل هذا شو النقاط اللي بيرتكز عليها شو الأشياء اللي بيناقشها شو الأشياء اللي بيعطيني إياها من خلال هذا الدليل طبعا في المرحلة الأولى والتركيز الأساسي بيكون على منتجات الأطفال طبعا منتجات الأطفال نحن في بلدية دبي نصنفها كـ أو أغذية عالية الخطورة طبعا من ناحية سيفتي من ناحية تغذوية لازم نحن في الدليل هذا بيتم ذكر القيمة الغذائية للجميع المنتجات حيث أنا كأهالي أو المدارس أو حتى الأطفال كلا على حسب مستوى بيعرف كيف القيمة الغذائية لكل منتج الأهالي طبعا نحن في كل المبادرات نحن بس حبيت أنا وأنك جميع المبادرات المحتمدة بيكونوا فيها الأهالي والأطفال والمدارس يعني ما بنعزل الأهالي عن المبادرات جميل الدليل هذا أغتي نورة يعني كيف الواحد ممكن يحصل بعدين لما يصدر طبعا نحن أي دليل عندنا ننشره عبر في الموقع الإلكتروني لبلدية دبي وعندنا نسخ بيكون فيه هارد كوبي و سوفت كوبي أي حد يقدر يحصل عليه طبعا المدارس دائما نوزع عليهم جميع الأدلة سواء سواء الدليل مقاصف المدرسية أو حتى الأدلة التغذوية بتكون توفرة جميع المدارس منو ممكن يستفيد من هذا الدليل منو الأشخاص منو التاركت اللي انتو تسعوا لهم من خلال هذا الدليل في المرحلة الأولى المدارس والأهالي والأهالي كما بالأضافة للموردين يعني ممكن تسمح لي أضيف شغلي تفضلي الدليل الأول تعالى المقاصف اللي تكلمت عنه نورة هذا أعديناه سواء الهيئة أو بلدية دبي وكان معانا هيئة أبوظبي وتم توزيعه على جميع المدارس حكومية وخاصة الآن سيتم تحديته لأنه إحنا خلصناه في 2013 صح؟ وتوزع وفي أيدي الكل الأهم كان أنه يوصل للموردين لأنه فيه مواصفات خاصة عن كمية الخبز اللي تيجي شو الموجود نسبة الدهن نسبة السكريات نسبة الملح كان فيه تفاصيل للتفاصيل طيب هذه التفاصيل دكتورة أنتوا الحين إيئتوا حطيتوها في هذا الدليل وتابون توصلونا للموردين وتوصل خلاص هذا في 2013 شو صار عقو ما وصل هل فيه إلزام للموردين ببعض الأمور بشغلات معينة حبيت أن نوع النقطة أن الموردين قبل توريدهم للمدارس يتم اعتمادهم من قبل إدارة سلامة الغذاء ويتم اعتماد الوجبات التي ستوردت للمدارس صحيح طبعا نحن بناء على الدليل كنا دائما نركز على مواضيع السيفتي الحين لا من ركز على مواضيع السيفتي والكالوريس والقييمة الغذائية والقييمة الغذائية ممتاز جدا أنا أتصور مثل هذه المبادرة بتكون لها إن شاء الله صدى جميل وحتى يعني عموموها برا على المدارس بعد لا لا هلأ هي حتحطها حيحطوها على ويب سايت البلدية وإن شاء الله بنحطها على ويب سايت عن طريقكم وعن ويب سايت الهيئة والصحة المدرسية عندنا حيكون لها كتير دور كبير في تفعيل خلينا نقول الثلاث مبادرات لأنه يد واحدة ممتاز الآن أنا عندي عشر دقائق أتقد عطينا المبادرات حقها ما أدري إذا في شي تابون تضيفونه قبل أن تقل لمحور ثاني شوي محور توعوي أنا بس عندي ملاحظة أخرى بسيطة إيه إحنا الحاقا بهذا التقرير الصحيح لدينا تقرير آخر اسمه الفيدباك فورم اللي هو يعني ورا فترا من الزمن رجع الصدى رجع الصدى من الآباء رح نبعث لهم تقرير آخر حتى يكتبونا شو اللي جرى مع أبنائهم وما هي النتائج وهل فعلا حدثت نتائج جيدة ولا لم تحتثت نتائج جيدة فالكومنيكيشن مستمر إلى نهاية الموضوع بحيث نصل إلى يعني نضمن حصول النتائج كما ما فيه ما فيه دكتور حامد ما حنخلي لن لن هاي بنات المدينة ما موجودة لازم يحصل طيب ممتاز الآن يعني أتصور مستمعين نحن قدرنا نغطيكم الكثير من الجوانب عن الفريق السماوي والأشياء اللي راح يطرحها هذا الفريق اللي يسعى إلى تحقيقها لكن برجع للسؤال الرئيسي لماذا تم تخصيص مبادرات هذا الفريق على موضوع الغذاء للطفل ليش هذه القضية وايد مهمة ليش نحن نحتاج أن نواعي الأهالي بهذا الموضوع شو هي النسب اللي موجودة عندنا في دولة الإمارات أو في إمارة دبيع حسب الأرقام اللي متواجدة عندكم وأيضا أنا أتصور معظم المشاكل الصحية اللي نعانيها في دولة الإمارات هي مشاكل متواجدة في العالم ككل وليست معنية بجغرافية معينة يعني ما أدري الدكتورة هل نحن عندنا مشكلة كبيرة في السمنة عند الأطفال تستدعي هذه الجهود تضافر هذه الجهود وهذه المبادرات الضخمة لعلاجها النسب عالية عالية بمعنى أنه لسه في تزايد وإحنا يعني شغلنا أنه أول شيء نسيطر على السمنة ليش عالية نسب دكتورة خلينا نتكلم عن الأسباب خلينا نقول الأسباب أولا قلة الحركة إذا بتلاحظ الآن حتى لما بيكونوا مجتمعين الأطفال في مكان كلهم يأمى على الواتساب أجهزة إلكترونية يأمى الأجهزة إلكترونية بعدين نسبة الجلوس نسبة الجلوس على البلاي ستيشن وعلى الألعاب الإلكترونية المفروض أنها ساعتين في اليوم هم ساعتين مش قاعدين يعني العكس فنسبة الجلوس وأنا أتكلم يعني بتصحى ثلاثة أربعة صبح الأولاد يلعبوا مع أمريكا لايف هاي توتا ريكول ومش عارف الأسماء الغريبة اللي عم تطلع وهذا أيضا وطبعا ما يجلسوا أكلوا على التلفزيون على البلاي ستيشن السناكس اللي بتيجي كون هاوي نمط الحياة تغير تغير عند الأطفال هذا واحد اتنين العائلة ما تجلس على طاولة واحدة على الأكل كل الأسبوع حتى في الإجازة اللي هي المفروض أنه يجتمعوا يمكن بيجتمعوا على الغواجبة غدا وبعدين يتفرقوا يمكن يوم الجمعة وهاي لازم نرجع نرجعها مرة ثانية العادات الوسرية لازم ترجع الأهالي الأهالي مع الأولاد كان أول إذا تتذكروا في الحوي تشوف الأبي يلعب كورة مع ولده في الحديقة الآن ما في إذا بتشوف تشوف البشكارة أكتر شيء أو ربع ذكرتيني صح الوالدة زين عندي والدختي يعني وزنه قاعد يزيد وأنا قاعد ألاحظ هذا الوزن قاعد يزيد فأقولها يعني ما يستوي والولد هذا قاعد 24 ساعة على الآيباد ولا كذا وما أدري شو يأكل قلت ما يأكل يا حليلة ما يأكل شيء هالكثر يأكل بس وتأشر وصابعها ما في مشكلة اليوم الثاني هي تطالع الصحن ما شاء الله وين هالكبر ما هي ما في حاطة هالكثر أكل وياكل وقاعد لدرجة أن الدكتور حتى بمجرد أن مارس شوية نشاط بدني يتعب ريلة التوت ريلة التوت يا أخوي المخرج يقول يقول ما شاء الله ما شاء الله مليون مرة بس إن شاء الله يقل الأكل تفضل دكتور إضافتين إلى ما قالت الدكتور موضوع الفاستفوت الآن الغذاء الجاهز والغير الصحي كثير متوفر بالسوق وهذا الحقيقة وهذه الشركات تعمل كثير عليه يعني فعدها آليات للتأثير على الأطفال بشكل غريب صحيح هذا طبعا وحدة من الأشياء الأساسية في موضوع السنة يعني أنا مع إنه مثلا مع دكتور حامد أكيد لكن لو بدي أخلي الأكل فاستفوت يكون موجود دكتور حامد خلي الأكسس عليه مرة بالأسبوع حتى أنا أتسيطر على السعرات الحرية خلال الأسبوع وعطيه مساحة يدلع نفسه يوم لكن المشكلة الحين هو يالس ما يراضي تعتع عن للأيباد ولا البلاي ستيشن وبعد يطلب الأكل والأكل يديك على البيت هني هذه المبادرات اللي أنتوا سويتوها المفروض أنكم تتطرقون لمثل هذه المواضيع إحدى الأشياء اللي انطرحت بزعبه لما كنا موجودين نعمل ورش عمل كيف نساعد الأهالي على أنهم يطبخون بصورة صحيحة هما والأهل والأطفال كلهم يتشاركون في دورات ورش عمل إن شاء الله نورة أبغي تكلم الآن عن إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي أنتوا عندكم مجهود كبير تقومون فيه مجهود كبير في الحفاظ على صحة المجتمع ككل في إمارة دبي خلينا نتكلم عن هذا الجانب طبعا مثل ما ذكر الدكتور مواضيع الفاست فود أحد المبادرات أو البرامج اللي قامت بلدية دبي بتنفيذها أن واجبات الأطفال في مطاعم واجبات سريعة يمنع تقديم المشروبات الغازية معها فعلى سبيل المثال إذا تأخذ وجبة أطفال ممنوع أن يقدم معها ممكن أن يكون عصاير وحتى العصاير نحرص أن تكون فرش أو أن ما تكون فيها سكريات كبيرة جميل يتم الرقابة عليها والتأكد أن ما تكون من الدهون الممكن تؤدي في المستقبل إلى تراكم وترسبات أو بإضافة لسبنة يعني الحيوانية الدهون الحيوانية والنباتية شو الفرق بينهم دكتورة دهون النباتية اللي هي زي الدهون الأحادية زي زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس أو الضرة حلوة لكن زيوت المهدرش السمن النباتي هاي غير يعني لا يعني لا ننصح بها إطلاقا لأنها معالجة زي منعوها البلدية منعوها المدارس ممنوعة ممنوعة منعت بالمدارس نعم فهاي المهدرشة بالعكس بتزيد الجدور الحرة التي ترفع بسم الله على الجميع يا رب نسبة السرطان وبالتالي منعت أصلا زيوت اللي هي منسميها إحنا زيوت المشبعة والدهون المشبعة اللي بيكون خمسين في المية منها دهون المشبعة والخمسين في المية أحادي هاي ممكن تستخدمها للقلي أربع خمس مرات واللي ننصح فيها بالمطاعم لأنه ممكن تستخدمها أما زيوت الأحادية أو ثنائية هاي ما فيك إلا مرة وتكب وبالتالي لا تستخدم في المطاعم نحن ما نكون للأمانة متواصلين معاكم على مراحل هذه المبادرة ما نتعرف دائما على كل جديد أنتوا تقدمونا من خلال هذه المبادرة ما بتعطيني دقيقة ونص أوكي دقيقة ونص ثلاثين ثانية بعطيها لكل ضيف موجود معايا على أساس نختم دكتور نبلش من عندك لأننا دائما عندي تحييز للرجال طيك العافية أنا أملي كبير أن هذه المبادرة ستفضي إلى نتائج طيبة وأعتقد أننا بحاجة ماسة إلى مثل هذه المبادرة وإلى توسيعها بالمستقبل وإلى تبنيها على مستوى الدولة بيأكمل دكتور حامد يحيي خصائي أول طب المجتمع بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهذه الصحة بدبي شكرا جزيلا لك تفضلي دكتورة فريق سماوي تطلعات السماء بمعنى أنه إن شاء الله بإذن الله بتكاتف الهيئات نقدر نعمل شيء لأولادنا ولمجتمعنا الإماراتي ونقدر أنه نقلل نسبة السمنا بدولتنا العزيزة الإماراتي لسهد وفا عايش مدير إدارة تغذية العلاجية بهاي تصاحب دبي شكرا جزيلا لك وستاذة نورة طبعا في البداية نحن بنبدأ بداية أن نستهدف عدد من المدرس بس إن شاء الله بيكون في هاي بتشكل حافز لجميع المدارس في أمارة دبي أن نتنفذ هذه البرامج ونحقق النتائج إن شاء الله الأستاذة نورة عبدالله شامسي رئيس قسم التصاليح وتغذية التطبيقية بالإنابة بإدارة سلامة التغذية أو سلامة الغذاء في بلدية دبي نحن شاكرين لكم هذا الحضور وشاكرين لكم هذه المعلومات القيمة اللي تعرفنا من خلالها على الفريق السماوي والخدمات اللي رح يقدمها لصحة الأطفال بالنسبة لتقليل نسب السمنة وإن شاء الله يا رب يعني القضاء على السمنة عند الأطفال بشكل كبير شكرا لك محمود على الإصدافة في صحة وصعادة شكرا جزيلا عموما مستمعينا نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم أذكركم من الفريق السماوي يضم كل من هيئة صحة بدبي يضم بلدية دبي هيئة المعرف هو التنمية البشرية ومنطقة دبي التعليمية في عندهم ثلاث مبادرات اللي هي المدارس السعيدة الملف الصحي وأعرف غذائك كل هذه المبادرات مرتبطة لتحقيق هدف واحد وهو الحفاظ على سلامة الطفل وتقليل نسبة السمنة عند الأطفال وصلنا إلى ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ومن الإخراج محمد الصفار وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله وموضوع آخر هذه تحياتي ونقول لكم دائما دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر